احنا ليش تغنى في كده في صندوق تمام الحضارية ليش تغنى على او عملنا الشغل بتاع تطورة عاصة عاصة المدن الكبرى احتياجات المواطن المصري مش بس عشوائيات او بديل للناس في العشوائيات او كده فيه المواطن التاني اللي بقولك انا عايز داخل المدينة شقة كويسة في كنباوند مثلا في مشروع بتعمله الدولة بمستوى اللي بتعمله الدولة دلوقتي الدولة دلوقتي بتنافس في المستويات بتنافس اي مستوى تاني في اي حاجة بالعكس دلوقتي بقيت الناس كلها الثقة وشياكة والشكل والجمال اعلى بكتير غير الثقة وغير مبدأ اللي هو انا فلوسي مضمونة مع الدولة هنا صح وصرعة التنفيذ وضمان حاجات كير جدا يعني دلوقتي ممكن تروح لأي مستثمر 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 وجودة وسريعة وممكن تروح لأي مستثمر ياخذ منك الفلوس يبدأ الشغل يحصل له عرقيل يقعد خمس سنين ست سنين عشان نتسلمك المشروع انا النهاردة عملت المشروع بتاعنا ووصلنا في نسبة الانجاز بتاعتنا متوسط خمسة وستين في المية احنا شغلين في ستة وثلاثين مشروع في تلاتاشر محافظة ده محال عجيلة دلوقتي بمية واربعتاشر الف وحدة بتكلفة مية وعشرين مليار جنيه كل ده بنشغل فيه ويمكن يعني ما بكملناش سنة يعني احنا بودرة اطلقت من سنة بدأنا نشغل ده نجهز ونخطط ونجد اراضي دلوقتي احنا شغلين في متوسط خمسة وستين في المية بعض المشروعات منهم موسط خمسة وثوانين في المية هبدأ اعلن ونبدأ نطرح للبيع يعني الناس هتخش على عمارات مش هتشتري مش هقوله تاستنى لما ابدأ ابني بفلوسك ده انت ممكن تيجي تقول لها احجز وهقصط لك كمان وانت بتسلم هيلقي يعني التسليم فوري وهنقصط بقى مع بعض وبعد المشروعات ان شاء الله كمان اربعة شهور كمان خمسة شهور هو نفسه هيروح لما هقوله الوحدة الفلانية رقم كذا في عمارة كذا مش هيفرج على لوحات روح وزورها في الموقع روح وزورها وتفرج عطشبها كمان وتكلم على عيوبها قبل ما تحجزها يعني روح تكلم على عيوبها شوف مشاكلة قبل ما تحجزها مش عجبك شوف غيرها المشروع الحمد لله العاملين من مستويات رقية جدا ومن خاطب كل مستويات بس التشتيب يمكن بارح كنا في جولة مع دولة الرئيس في الفيوم المشروع هناك يعني يكاد يكون منتهى شغلين دوقتي في المرحل سكن مصر اللي هو مستكن مصر اللي هو يعني شبه مستكن مصر يعني احنا بس بيحصل خلط شوية بين الناس ما بين اللي بتعملوا هاية المكترات العمرانية واللي بتعملوا احنا احنا هنا مشروع خلطان عندنا 1120 وحدة جهزين تماما التشتيبات هناك عايز اقولك ان الشغل هناك الوصلات بتاعت التيرفونات موجودة كالشبكات داخل الشقة مش فيش سلك حد سلك كده الديش الجرس كل الحاجات دي كلها رجبة كل حاجة انت مش هتفاك أصلا مفاتيح الكيفات والحاجات دي جهزة انت لما تحب تدخل مش هتفكر تعمل حاجة ونفس المفاتيح اللي بتركب في بيوتنا اللي هي المستوى عالي جدا جدا ولي بنفس معانا المشروعات دي اللي هل انسيها القوات مسلحة السرعة في التنفيذ الجودة الشغل الراقي اللي يعني عايز اقولك ان احنا يعني هم بيدرلنا المشروعات دي وبرضو عشان نأكد نقطة تانية واكدناها بلا كده بحب أكده تاني وتالت ورابع هم بيدروا المشروع اللي بنفسها شركات مصرية بحش يقول اصل الجيش بنفس كل يا جماعة ده احنا بيدر المشروع اللي صريحنا والاشراف ودرت المشروع بجودة عالية جدا بس شركات مصرية ويادي وعمال مصرين وشركات مدنية كلها فاحنا هنا بنتكلم على منظومة متكاملة من الدولة في مشروع عواصل محافظات ده بنتكلم ان احنا يعني ان شاء الله قريبا جدا لما هننزل وهنعلن عن المشروع اعتقد الناس هتفرج على حاجة ويعني برضو برضو في ناس يقولك انتوا داخلين دهوقت ده فيه مطورين عقريين كتير اول فترة دي ولا احنا بناشط حاجة تانية خالص المعروض في وسط المجتمعات العمرانية جدا وحاجة دي اه فيه معروض كتير وفيه مستثمرين عقريين عاملين كتير جدا لكن داخل المدن انه يعمل مستويات اللي احنا عاملينها صح وكمباود مثلا يعني انت دايما داخل المدن الحاجات القائمة دايما هي دايما يقول لي عواص المحافظات والمدن الكبرى هي الاقدم دائما في كل محافظة فمكتزة وتقادم عليها الزمن لكن تلاقي مشروع جديد وعبارة عن كومباود ومساحات خضرة ولندس كيب وعمارات فيها بينها براح وجارك مش جرحك والعمارة مش لزقة في العمارة وحاجة يعني مبنية مثلا يعني يمكن اعلى نسبة بنائية عندنا لا تتجاوز 16%